سراطا مستقيم سراطا لبين أنعمت عليهم وغير الموجود عليهم ولا الطارق بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة روتين حلوة اول روتين كله طاقة ايجابية والنشاط وهتاخدي منه افكار كتير بإذن الله تفيدك ان شاء الله اول حاجة بدأت بيها اليوم بعد طبعا مسحت من النوم وصلينا وعملنا كل اللي ورانا قلت بتزي كده اول حاجة أسلق الفرخة بتاعتي على اساس تتسرق براحتها وبعد كده اللي جاي بيكون سهل المهم كده كنتم طلع الفرخة دي اصلا قبلها بيوم بالليل يعني قبل ما نام كنتم طلعها وحطها في التلاجة عشان كده سحيت من النوم كانت خلاص فكت لوقت غسلت وبعد كده تتبلت كويس قوي قوي وتحطت بقى خلاص في المية تتسرق براحتها دخلت انا كده دلوقتي البلكونة ما بحبش ادخل يعني بعد الدور لاني بتكون مليانة دبان بصراحة دبان ده حاجة مزعجة جدا وبحست ان هو كده من الحاجة اللي بتعصبني قوي يعني فالمهم بحب ادخل بدري قبل ما دبان يجي عندي في البلكونة لمت دور الغسيل ده وبعد كده قلت بقى ادخل كده احضر بقى الفطار هعمل النهارده كده العيش اللي هو الشامي حلو قوي قوي وكمان بينفع جدا عندي في الفريزر وقت اي اي وقت بقى بنحتاجه بنلاقيه يعني احنا في ايام شتا فالمخبوزات والحاجات دي كلها بتنفع جدا جدا عملت معاكم الفيديو اللي فات التوست وجد التحفة قوي قوي ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل منه فطار وهعمل منه اللانش موكس بتاع مرام ومحمد هتشوفوا هيعجبكو جدا جدا المهم كده اول حاجة نبتدي مع بعض بقى في الفطار طبعا الكلام ده كله كان بدر يعني الساعة 18 الصبح كده فالروتين ده اصلا كان يوم الجمعة فجزي كان اجازة وكلنا كنا موجودين في البيت فالمهم قلت بقى اصحى كده اعمل كده حاجة حلوة نفتر كده بيها هي طبعا مش حاجة حلوة يعني كيكة ولا كلام ده لأ هو عيش كده شامي بيبقى حلو جدا جنبه اي فطار بقى اي حاجة تعمليها بيبقى حلوة اوي جنبها وبينفع جدا بقى احنا بقى في شتة زي ما بقولكو بالليل مثلا حد من الولاد جايع تطلع على طول واحد تسخنيه او تسبيه كده يفك على الرخامة بتعملي منه اي صندويتش جبنة اي حاجة عندك طبعا بتبقى حلوة جدا جدا المهم كده اول حاجة عملتها ايه هو كان نص كيلو دقيق عملت بيه كمية اللي هتشوفها دلوقتي معايا دي دي في شوية لبن براحتك فالمهم دلوقتي حطيت النص كيلو دقيق وحطيت عليه المية تكون فترة وطبعا معلقة خميرة كبيرة يعني الكيس اللي هو الباكت ده بيكون معلقة كبيرة رشة ملح معلقة سكر وفي الاخر خالص بعد ما طلعتها يعني تعجنك كويس او في العجان لو مش عندك طبعا عجنة عاجة على ايديك فانا عجنتها الاول على عجان وبعد كسبت يعني ربع كبات زيت في الاخر خالص يعني حوالي كترة معلق زيت قلبت بيها العجين تاني كويس جدا وفضلت كده اعجن فيه لغاية لما العجينة معايا شربت كل زيت اللي كان معايا ده تمام كده وبعد كده هحطها بقى تخمر حوالي كده عشر دقايق هو سهل جدا وكمان يعني مش بتسيبه يختمر كتير هو بس بتسيبه كده حوالي عشر دقايق ولا حاجة العجينة بس ترتاح وبعد كده بدأت اشتغلي فيها على طول عملته معاكو قبل كده اول ما جبت العجان فبجد كان نفعني جدا بس اول مرة عملتها كان بكيلو دقيق فقعد عندي فترة كبيرة قوي كان بينفعني بقى في الفطار في العشاء فقلت اعمل تاني منه لان بصراحة جميل وكمان تغيير في الدراسة التوست برضو عجب اول ولاد قوي قوي وحلو جدا في المدرسة برضو جدا يعني انتو عارفين ان هو اغالي قوي من بره فاحنا عملناه في البيت من اقل من كيلو دقيق عمل معايا اتنين توست اتنين قلب توست كبير فبجد حلو جدا برضو من الحاجات الموفرة قوي كل الحاجات دي حاب نعملها في البيت على اساس ان احنا نوفر وكمان يعني انضف من بره بكتير بكتير احنا مش بنوقف حل حد ولا اي حاجة الارزاق كلها على الله بس طبعا اللي في ايديها تعمل حاجة لولادها في البيت بتبقى انضف بكتير واقمن يعني عايز اقول لكم ان احنا انبارح في الجروب بتاع الواص بتاع المدرسة بتاعة محمد جلنا كده رسالة من من دكتورة ان يعني ياريت تمنعوك اي حاجة من بره حتى المغبوسات قالت تعملوها في البيت يعني لان يعني بعيدا عن استمعين كلنا يا رب بعد الشرع على كل ولادنا ويشفي كل مريض جالها في اليوم ده حوالي 100 طفل عنده كانسر فانتو متخيلين وكلهم اطفال صغيرة طبعا من الايه قالت طبعا بعد التحليل وبعد كل الكلام ده وسألت طبعا يعني الامهات والابهات سألت يعني بيأكلوا ايه ايه طبيعة اكلهم طبعا كل الاكل زي ما انتو عارفين اللي ايه الحاجات اللي هي من بره الشيبسهات والكيكات والمغبوزات الحاجات اللي احاول انجابها من بره زي الفين وزي الحاجات دي كلها لو تقدر تعملها في البيت طبعا بيبقى اوفر وانضف واحسن بكتير على صحة الولاد حتى الكيكات انا خلاص بعد يعني بعد الفيز اللي انا سمعته ده بجد مش هعمل مش هجيب كيكة تاني من بره ولا هجيب اي حاجة تاني من بره بجد حتى الشيبسي هما بيحبوه اوي ولادي فحاول بقدر الامكان ان انا يعني ايه مثلا كل اسبوع على القلب لكن بصراحة احنا كل يومين بنجيب شيبسي اوهما ريحني المدرسة مره يوميا بتشتري شيبسي من مدرسة فلا بجد عايزين نمنع الكلام ده ومرضو نوعي ولادنا ونعرفه من الحاجات دي خطر اوي اوي على صحته فانا يعني من ساعة ما سمعت الكلام ده قررت ان انا كل حاجة هعملها في البيت حتى لو هتعب شوية مش مشكلة بس كده كده هي اوفر لنا وبتوفر علينا اصلا الحاجة من بره مصرفها كتير جدا والحاجة بقت غالية جدا يعني الفينو اصلا دلوقتي لو نشتري بعشرة جنيه من المخبس او من الفرن يعني فينو هتلاقي كده شنطة مش عارفة فيها حوالي سبعة رغفة فينو يعني ما يكملوش طفلين يومين مثلا لكن في البيت هتعملي كمية كبيرة قوي قوي بالعشرة جنيه دي لو جبتي كيلو الى ربع دقيق شوف هيعمل معاك كمية قد دقيق ده ده مصد كيلو دقيق وبص عمل معايا حوالي عشرين رغيف تقريبا او اتنين وعشرين رغيف اللي هو العشي الشامي حلو قوي قوي وزي ما بقول لكم عملته كمان بطريقة جميلة وكمان يعني انا بسويه على البتجاز فبيكون معاك طريق وهقولك دلوقتي كمان نسويه ازاي عشان ماينشفش منك هقولك نعمل ايه اولا ما تهديش النار قوي وانتي بتسوي وكمان ما تسيبهوش ينشف قوي يعني لازم تغطي بالفوتة كده عشان ما يشققش منك ولا ينشف منك جبت دلوقتي بقى كده توصى تكون سخنة اه وهبدأ كده انزل بالعيش بصوا بقى هو المفروض ان العيش ده اصلا يعني زمانتو عارفين بيقب معاك كده ويتنفخ والكلام ده هو فيه اتنفخ معايا وفيه ما اتنفخش فبعد كده عارفت ان انا عشان اتسرعت على طول وبعد ما فردتو زمانتو شايفين كده اه سويت على طول فالمفروض كنت تسيبه كده على الاقل عشر دقايق يختمر كمان وبعد كده نبدأ ان احنا نسوي فهي بس دي المشكلة بالنسبة لي النهاردة في العيش لكن برضه طعمه كان جميل جدا وكفاية زمي بقولكو ان حاجة في البيت انت عمليها وضمناها ولا حتى بقى عليها مواد حفظة ولا الكلام بعد الشر اللي بيجيب حاجات وحشة للولاد ده فالمهم دلوقت كده هسويه على التجاز زمانتو شايفين ما خدش مني وقت خالص يعني بقيت احط الرغيف وراء التاني يدوبك اول ما ياخد لون بقلبه على الوش التاني على طول وطبعا بطلقه على فوتا وبغطيه برضه فوتا علشان بس ما ينشفش منك وبعد كده بنشيره في الفريزر وهو لسه سخني كده علشان يطلع معاكي طوزة وزي ما كنك لسه عامله هنا ده كان اخر الرغيف خلاص معايا بصت بقى جميل جدا زي ما بقولكو مش شرط ان هو يتنفخ يعني هو مش كله تنفخ بس طري وجميل قوي يعني على الاقل هتحطي عليه من برا كده الجبنة او تفرز عليه مثلا اي حاجة هو بصت فيه تنفخ معايا اهو وفيه لأ فزي ما بقولكو على حسب يعني السيبيه اختمر شوية كمان بعد ما تعمليه بعد ما تفرزيه عيش كده السيبيه اختمر 10 دقاي وطبعا تكون مغطيه بالفوتا وبعد كده يبدأ يسويه على طول طبعا ما بيكونش النار هذي عشان ما ينشفش منك يعني خلي النار وسط اول ما تكون عليها هد النار عليها على طول اول واحد بصوا عشان كان تخين شوية كده وكان سميك تلع معايا كده عامل يعني تخين شوية بعد كده فردت العيش فتلع معايا احلى بصوا ده هو ده اول واحد تلع معايا كده يعني زي ما انتم شايفين كان حسوا مكتوم شوية حتى كنت بدريه بس عايز اقولكو والله كانت حفى حطينا علي الجبنة كده من فوق وكان الفطار بتاعنا النهار ده كان حلو قوي كان فطار وجبنة ولبن وشاي بلبن يعني والعيش الجميل ده طبعا اللي تبقى زي ما انتم شايفين كي شلته في الكيس على طول ولسه سخن قبل اصلا ما نفتر بصراحة كنت شلته في الاكياس عشان تحطيه على طول في الفريزر تطلعيه بعد كده سخن وصابح كأنك لسه عامله هقسم العيش كده على كذا كيس عشان لما اجا اطلع ما اطلعش ما اطلعش ان انا اطلع كل الشنطة او كل الكيس لأ طلعي الكمية اللي انت عايزاها بصو طري وجميل جميل بجد حلو قوي قوي زي ما بقولوك الحاجة في البيت دي خير خير وبجد يعني تحس ان انت كده حاجات كلها بسيطة بس كأنك عندك كل حاجة هنا بقى جبت كده هاقولكو زي ما بقولوكو كانها ازاي بصو جبنة جبنة اي نوع جبنة عندك فريزيها كده على العيش هو زي ما بقولوكو ساميك شوية اللي هم اول اتنين بس لكن بعد كده بقى اتضبط وبقى حلو قوي هنا الفريخ معايا كانت خلاص بقى اتسلقت طبعا بقى لها كده حوالي جساعة فهي ما بتخلش اكتر من كده فشلتها وبعد كده هصف الشربة دي كلها من كل الحاجات اللي موجودة فيها زي بصل بقى ورق لوري حبهان طمط ماية طمط ماية حلو قوي بتدي كده ريحة جميلة للشربة وكمان بتدي لون فظيع يعني المهم هشير كل الكلام ده عشان نهار ده هنعمل مع بعض القلقس القلقس ده اللي كل الناس بتاعت الدول العربية بتسألني عليه زي طبعا حبايبي واخواتي ومتابعيني الحلوين اللي كلامهم كله جميل وزوء الناس اللي في العراق والجزائر والأردن بجد كلكم وجودكو كده على راسي ومفرحيني دايما بكم منتاجكو جميلة فالمهم القلقس ده ايه هو كده يعني حاجة بتتزرع عندنا في مصر انا مش عارفة ازاي مش موجودة في بقية الدول بس هي تقريبا مش موجودة هي عاملة زي البطاطس كده بس برضو مش زي البطاطس يعني هي حاجة يعني البطاطس لو حطيتها في شربة يعني بتتهري معاكل لكن ده مش بيتهري مهما تتسوي فيه بيفضل متماسك وفي نفس الوقت تطري من جوه وجميل قوي قوي عامل زي يعني مش عارفة اقولكو عامل ازاي صوحل وقوي المهم كده جبت الفرخة زمانتو شايفين وهبدأ كده قدينا معلقة زبدة ومعلقة صلصة وشوية فلفل اسود وملح بس كده ما بحطش اكترا من كده على الفراخ بتبقى جميلة قوي قوي وده الطعم اللي احنا يعني متعودين عليه ومتربين عليه حابة انت بقى تغيري برحتك المهم كده ده بص لو القاس بقى شكله طبعا ما خدش سوى خالص وزمانتو شايفين تخزينه انا ما غسلتوش خالص خالص يا دوبك نشفته كويس جدا ونضفته وبعد كده قطعته مكعبات وشلته عطول في الفريزر ما حطتش حتى عليه لمون ولا اي حاجة لاني مش اخزينه للسنة للسنة ده يعني ايه اللي هو مثلا مجرد شهر كده في الفريزر ده بقى السلق اللي احنا عملنا مع بعض في فيديو التفريزات يعني لو انتو عايزين تعرفوا الطريقة بالضبط ترجعوا للفيديو هتلاقوه بالتفاصيل بحط معلقة واحدة بس عليه بيرجع بيبقى معايا باللون الجميل ده وطبعا ريحته بقى وطعمه بيبقى يعني حاجة كده وهمية خلاص در غدا بتاعنا وكان عندي رز قابليها بيوم ما عملتش رز النهاردة كان عندي رز كده اللي هو واحدة وواحدة وشوية رز بقين برضه كانوا بشعرية فسخنتوا كله على بعضه لغاية لما رجع زي اكدني لسه صابح بالضبط حطت علي شوية مية صغيرين قوي وشعرت ملح كاف المية وقلبت كل الكلام ده مع بعض وصبته بقى على نار هادي خالص يستوي كأنه لسه يعني كأنك لسه بتشرب الرز بتاعك فطلع جميل جدا وغرفت الاكل وكلاص كنة الحمد لله وبعد كده بقى دلوقتي كده قلت اخد ادخل بقى على المبخ دي بقى النشاط كله والانتقى الايجابية اللي كلكو هتلاقى هنا ان شاء الله هالمي الاول المواعين بتاعتي الاول بس كده انضفها لاني كان عندي كمية مواعين كتير فقلت انضفها وانجز في يومي ودخلهم غسلت الاطباق طبعا الغسالة بتسألوني عليها لغاية دلوقتي والله تحفظ جدا حلوة جدا وبتنجز معايا قوي قوي يعني هتلمي معايا كل المواعين دي زي ما انتو شايفين كده على طول والباقي هخسله على ايه دي طبعا كان فيه مكان اصلا لسه ما كنتش غسلت كمان كل الكمية يعني اقصد ان الغسالة مكادش اتملت على الاخر بس اللي كان من باقي معايا هي طبعا الحلل حلت الشربة وحلت الرز وحلت بس بس كده ما كانش فيه حالتان هي كان الشربة اتعمل فقل والقاس والحلل الرز اللي انا سخنتي فقل الرز بس كده اتغسلوا بصراحة كده على طول والباقي كله تحط في غسلت الاطباق هنا هتلاقوا كده قالب كنت عاملة فيه كوب كيك الصبح بس ما صورتوش بصراحة معاكو لاني كنت بجربو عملت كده اللي هو الكيك اللي هو في الميكرويف طلع حلو قوي قوي بس للاسف ما صورتوش يعني ده كانت لي انا يعني انا عملت لهم هما الفطار زي ما شفتوا كده العيش كانوا بقى فترو وانا كنت عملت النفسي اللي هو القالب الكيك ده بس قلت بش صوره يعني لما جرب الاول لاني كنت بصراحة اول مرة اعمله طبعا الكيك ده بيبقى كيك بقى كيتوني للناس اللي عاملة ضايت زي كده او ماشي على الكيتو ده برضو حلو قوي بس يعني ما يفضلش ان احنا نفطر به ممكن نخليه مع وجبة الغداء عشان بس الفطار نحاول ان احنا اول ما نصح من النوم نوعه كده ساعة اتنين تلاتة تخلص اللي وراك تنشوري تخسريش مثلا دور غسيل ولا حاجة تنشوري يعني فهمين يعني ايه تعمل اي حاجة كده في الكم ساعة الاولين دور وبعدك تفطري انا طبيعتي اصلا مش بصح من النوم بصراحة بيكل يعني انا طبيعتي بصح من النوم كده نفسي مزدور شوية فبعد شوية فالموضوع ده مش فارق معي خالص وبالعكس انا كده اصلا فلما عرفت ان احنا اصلا المفروض ان احنا نأخر شوية في الفطار فالموضوع ده ما فرقش معي بالعكس يعني فرحني جدا جدا المهم بعدك بقى تفطري ايه تفطري بروتين اهم حاجة تكون وجبة الفطار بتاعتك تكون فيها بروتين زي البيض البيض بصراحة احلى وجبة في الفطار هو البيض اولا بروتين صورات الحرارية قليلة جدا جدا ومش بقى قوي فبفتر بصراحة بيدة على طول بس النهار ده كده كنت عايز اكل حاجة مسكرة بما اني بقى كنت حطالهم النهار ده في الفطار مربة بقى وزبدة وحاجات مندي فنفسي راحت للكلام ده فقلت اعمل اجرب كده اعمل لنفسي الكيكاية اللي اياه في الميكرويف وطلعت حلوة جدا جدا بصراحة المهم كده خلاص حطت المواعين بتاعتي فغسلت الاطباق ودلوقتي زي ما بقولك وهغسل بقى الحلتين اللي معايا دول على طول كده بالصابون اللي احنا عملناه الصابون ده تحفى بجد تليه حلوة قوي قوي وموفر جدا وحاجة كده يعني ببلاش عشرين جنيه تقريبا انا قلت لكم بعشرين او بخمسة وعشر لا بعشرين انا جبته بعشرين بعشرين جنيه عمل معايا تمانية لتر هو المفروض تعملي تمانية لتر بس انا عملت وقتها ستة لتر وبعد كده بخفف بقى بالمية الرغوة بتاعته عالية قوي قوي بصوا بقى ورده هقولك حكا صغيرة قوي الرغوة اللي الناس بتسأل عليها وبتحبها مش تمالي هتلاقوها في الصابون الرغوة كده كده موجودة في اي صابون بس الرغوة اللي بيعمل رغوة قوي هي اللزبونشات انا عندي اللزبونشات اللي انتو شايفينها البنك دي ما بتعملش رغوة قوي لكن اللزبونشات اللي هي التانية الخفيفة اللي هي اصلا يعتبر رخيصة معلش روحت فتحت الباب جتلك تاني كنت بقولكو عليها زبونشة اللي هي الخفيفة دي اللي هي الواحدة التلاتة منها بخمسة جنيه دي بتعمل رغوة فظيعة دي انا بصراحة جبتها قلت دي اخلال الكبايات والازاز والكلام ده ودي بتبقى غالية شوية بستة جنيه لوحدة بس بحبها لاني بحسنها بتنظف قوي لانها خشنة سنة لكن التانية نعمة شوية فبتعمل رغوة بقى رهيبة لكن انا بحب بصراحة الخشنة دي للاطباق مثلا الحلة للحاجات دي بتنظف قوي قوي معايا المهم يعني زي ما بقولكو اللي بيعمل رغوة اكتر هو اللي سبونشة لكن السبون اللي انا جبته ده وعملته بصراحة بيعمل رغوة جدا وبينظف قوي قوي الحاجة كده فيه يعني عارفين اللي هي بتزيق كده دي تعرفي عطولي ان السبون ده حلو والخلطة بتاعته حلوة ومظبوطة المهم كده خلاص هجيبها على الرخام هبدأ ان انا اخسره كله صراحة كنت عايزة اخسر الرخام بتاعي كله وكان عليه شوية كده كركبة فبقات ان انا اشير كل الكلام اللي كان عليه ده ونظف قوي قوي وهجعل بتجازه وكمان واخسره غسلة كده سريعة رشيت اللي هو المكسل وهمسحه بص بالفوتة يعني مش هخسره باللزبونشة لانه يعني كان نظيف معايا ما عملتش عليه اي حاجة يعتبر انا كل اللي عملته النهاردة هو كان القاس والرز تسخن يعني ما حمرتش حاجة ما عملتش حاجة فالبتجاز معايا نظيف فالمكسل ده تحفل اللي ستلس بجد حلو قوي يمكن الازازة ممكن الناس تستغلها شوية بس هو حلو بكامل الازازة بخمسة واربعين جنيه تقريبا كان اخر مرة كان عامل خمسة واربعين بس بيقعد معايا فترة كبيرة او دي تاني مرة جيبه من ساعة ما جبت البتجاز بتاعي ده البتجاز ده انا جايبه بقالي كده مثلا سنة واربع شهور او ثلاث شهور يعني جبته في شهر 8 اللي فده اللي قابله فطبعا بقاله فترة كبيرة معايا زي ما انتو شايفين اللي ستلس بتاعه اللي هو اللي ستلس الجديد اللي هو بيكون موط شوية فدي حاجة مش مدقاني لأ حاجة جميلة جدا فيه يعني حاجة عادي هو بس مجرد ما بتلمعيه بيرجع زي الفل تاني نوعه فرش عشان برضو الناس اللي بتسألني عليه كتير هو نوعه فرش المهم كده خلاص مسحته وبعد كده رجعت الحوامي الحوامي اللي بتقولولي برضو كتير اخسريها في غسلت الأطباق غسلتها مرة على فكرة بس ما صورتهاش معاك كتب اجرب يعني وغسلت برضو العيون بتاعت البتوجاز بس حصل مشكلة معايا في العيون اتطفت طبعا هي بتكون ألمونيا فبتبقى فيها لمعة حلوة قوي فمن ساعة ما غسلتها في غسلت الأطباق العيون دي اتطفت خالص خالص معايا واللونها بقى مطفي لان طبعا انتوا عارفين الألمونيا مش حلوة في غسلت الأطباق المهم كده قلت مش اخسلها تانية بصراحة في الغسلة هاخسلها أحسن على ايدي والحوامي اللي ممكن احطها تانية عادي في غسلت الأطباق هنا مليت برضو أزازر خل والزيت لأنه كانوا فاضين ومسحت الرخامة زمانتوا شايفين كده على طول وبرضو عندي من فوق الفرن كده قلت تمسحه وكمان بالمرة وهنا بقى جيت عندي الحود آخر حاجة بحب كده أعملها بشيل كل الحاجة اللي حواليه زي الزرع زي مثلا اللي هو الحامل بتاع السكاكين كل حاجة بشيلها بقى وببدأ كده أن أنا أخسل بقى برحتي خصوصا لما بكون مليا طبعا حتى في ميا وصابون بحس أنه بيشجعني أكتر بحس بقى أن أنا كده عايزة أرغي ورمي وأخسل وأعمل فالحاجات دي بتشجع جدا جدا جيت هنا رشيت اللي هو كروريكس ده حلو قوي اللي هو برضو هو ملمع يعني هو ملمع ومعاكم في نفس الوقت بس طبعا اللي بديل لو أنت مش قادر تجيبيه هو بـ 44 جنيه أو برضو 45 بس بيقعد معايا فترة كبيرة بس البديل بتاعه سهل جدا تجيبيه ميا وتحطي في بخاخة كده ميا وتحطي شوية تخلي صغيرين ومسلا شوية السابون سايل أو العكس تحطي شوية خل أو لا أقصد أو تحطي ميا وشوية كروريكس ألوان برضو شوية صغيرة قوي وترجي كده الإزازة وتبدأ أنت تلمعي به فهو ليه بديلي يعني أنت لو مش قادر تجيبيه دي على طول ممكن تعملي البديل بتاعتها المهم كده زي ما بقول لكم بقى مسحت فوق الفرن وبعد كده هاجي بقى على بقية الرخام واخسله كله هو كمان الرخامة التملي مش بعملها معاكو أوي الرخامة اللي هي فيها السكر والشاي والقهوة لأن بصراحة الرخامة دي مش بيستخدمها خالص أنا يعني بعد ما بخلص تصوير بروح مسحيها كده سريعا بالفوتة وخلاص يعني لكن الشغل كله بيكون في الرخامة اللي عندي ده اللي هو بقى بخسل لأنه طبعا طول النهار بعمل أكل بحط حاجة بعمل حاجة فبيبقى كل الشغل بتاعي في الجزء ده فده اللي أنا بخسله على طول شلت بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا الأول شلت القلاية ومسحتها الأول كده بالفوتة وبعد كده بقى هخسل بقى الحوض غسلة كده محترمة حلوة لأن زي ما بقولوكو الرغاوي بتشجع يعني كل ما انت ما بتخسلي وبتحط كده مية وصابون وخصصا لما بتملي الطبق الصغير ده وتملي كده مية وصابون بتحس انه هو بيشجعك قوي قوي في الآخر خالص بشطف طبعا الطبق اللي أنا بخسل فيه ده مش بستخدمه في الأكل ده بخليها مثلا بنظف فيه أي حاجة زي مثلا عندي فوتة مبق كده صغيرة بشطفها فيه مثلا زي ما انتوا شايفين كباب لا مية وصابون وخص الموعين لو عندي كمية لو عايزة كده بقى رغي ومية وبتاع باملة في الطبق ده خلاص كده هنشف بقى الحود وهنشف برضو الرخام الأول برضو كان فيه سؤال كتير قوي بيجيلي كتير بتنشفي ازاي الحود الرخام اللي حاولين الحود بما أن الحود عندي مرتفع شوية عن الرخامة بقى نشفه بالفوتة هي الفوتة طبعا أحسن حاجة ليا لأن أنا عندي الحود مرتفع عن الرخامة شوية هو عادي انت ممكن تسقطي أكتر في الرخامة بس أنا بحس ان هو كده أضمن على أساس شكله كمان أشيك يعني بالنسبالي وفي نفس الوقت مش أضمن ان هو مش هيسرب بقى مية ولا أي حاجة هو كده كده فوق الرخامة على طول يعني متسقط جوا الرخامة بس كده في دلوقتي كده هبدأ طبعا زي ما انتم شايفين بقى نشطف كده الفوتة كل شوية وارجع طبعا ألمع تاني بصراحة الحوار ده يعني أحسن كان هو مش بيخسل المطبخ بيخسلني أنا شخصيا يعني ضفت المطبخ دي بتسبب لي راحة نفسية غير طبعية والله العظيم يعني أكيد كل الستاتات عارفة الموضوع ده المطبخ خصوصا لما بيكون نزيفة والحمام بحسن الشقة كلها نضيفة لكن الشقة كلها لو كانت نزيفة والمطبخ عندي مش نزيفة أو الحمام بحسن أن لأ يعني في حاجة كبيرة جدا النقصة قوي لكن طول مهمة دول نضاف بحسن الباقي سهل معايا قوي قوي المهمة كده خلاص نشفت طبعا الحود ودي خطوة مهمة قوي تعاودتي عملية أنا ما كنتش بعملها زمان بصراحة بس مؤخرا طبعا بقالي يعني سنين بعملها ففرقت معايا قوي قوي في تلميع الحود ونضفته وكل حاجة أهم حاجة نشفة كده الحود بعد ما تخلصي وبعد كده برجع بقى تاني كل حاجة تاني مكانها وخلاص على كده وده كده كان الروسين بتاعي النهاردة تعالوا بس كان نقفل بقى النور وبعد كده قبل ما ناخد بقى الشور الحلوة بتاعنا ونوعه كده رايقين هدخل الأول الحمام أفضي كنت جايبة كيس أوكسي جبته دوت حوالي هو عامل 49 زمانتو شايفين يعني 50 جنيه بس مش مكمل 2 كيلو فقلت أفضي الأول في العلبة بتاعت المسحوق لأنه ما كانش عندي خالص مسحوق فكان عندي كده دور بقى فقلت كده أحط دور في الغسالة هو كمان بالمرة وبعد كده أخذ بقى الشور بتاعي وأخرج بقى عامل لي كده كوبات شاي بالنعناعة وكده مع نفسي أشرب وده كان الروسين بتاعي النهاردة بقى يا ربك يكوني عجبكوا واستفدتوا منه وأقولكم على السلامة شوفكم إن شاء الله